الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدرس العشرون من دروس شرح رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى وذلك من خلال الدورة العلمية المباركة اعرف نبيك تكلمنا في الدرس الماضي عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطبها ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم وكذلك من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تكلمنا في سراري النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا في عجالة عن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم التي أرض عنه أمهات النبي صلى الله عليه وسلم التي أرض عنه كان له ثلاث مرضعات وقيل ثلاث غير أمه الأولى أمه آمنة بنت وهب التي أرضعت النبي بمجرد أن ولد ثم ثويبة مولاة لأبي لهب وثويبة كانت مولاه لأبي لهب فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو لهب أعطقها كما يقول عروة ابن الزبير وعروة ابن الزبير إذن الزبير أمه صفية وصفية أخت أبي لهب فيقول عروة كان أبو لهب أعطقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة رآه بعض أهله بشر عقاب يوم القيامة قال فسأل أبو لهب في هذه الرؤية ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم أي خيرا غير أني سقيت في هذه بعطاقة ثويبة في ذلك أنشد الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي قال إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مصرورا ومات موحدا أي إذا كان أبو لهب قفف عنه يوم الاثنين بأنه أعطق ثويبة فما بالنا بالعبد الذي كان عمره بأحمد مصرورا ومات موحدا كذلك امرأة من بني سعد بن بكر ذكرها ابن القيم في زاد المعاد الرابعة المرضعة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم سنتين وزاد وهي حليمة بنت أبي ذويئب حليمة السعدية وكصتها معروفة قد مرت معنا في السيرة ولله الحمد والمنة إخوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخواته من الرضاعة أولا إخوته وأخواته في الرضاعة من ثويبة كان إخوته في الرضاعة من ثويبة ثلاثة وهم ابنها مصروح وحمزة بن عبد المطالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي الذي بعد ذلك تزوج النبي من زوجته أم سلمة من زوجته أم سلمة بعدما مات أبو سلمة رضي الله عنه إذن ثلاثة مصروح وحمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومين أخوته وأخواته في الرضاعة من حليمة بنت أبي ذويئب حليمة السعدية هو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطالب واسمه المغيرة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسلم متأخرا في فتح مكة وحسن إسلامه الثاني والثالث والرابع هو مكانه أربعة هم عبد الله ابن الحارث أي ابنها وأنيسة بنت الحارث وجدامة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء وهم أبناء حليمة إذن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة إخوة في الرضاعة من ثويبة مسروح وحمزة وأبو سلمة وأربعة من حليمة أبو سفيان بن الحارث ابن عمه وأبناء حليمة وهم عبد الله وأنيسة وجدامة أبناء الحارث بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرضاعة وبعد موت أمه في عمر ست سنين كان في حضانة أم أيمن اسمها بركة وكانت حبشية وهي أم أسامة بن زيد وابنها أيمن له صحبة واستشهد بحنين وهو أسن من أسامة كانت أم أيمن تحضنه صلى الله عليه وسلم حتى كابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم أيمن كما يقول أنس فكان أنس يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند أم أيمن فناولته إناء فيه شراب فيقول أنس أنا لا أذكر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم لم يريد أن يشرب قال فجعلت تصهب عليه وتذمر عليه تصهب عليه وتذمر عليه تلاحظون تعامل النبي كأنه من أبنائها عندما تعطي الأم لولدها شيئا يأكل أو يشرب فلا يفعل فتغضب هكذا رضي الله عنها وهذا يدل على مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت كأمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها قال فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيكي قال ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها وصدق القائل يا أم أيمن قد بكيتي وإننا نلهو ونمجن دون معرفة الأدب لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب لم تبصري وضع المعازف والطرب لم تشهدي شرب الخمور أو الزنا لم تلحظي ما قد أتانا من عطب لم تلحظي بدع الضلالة والهوى لولا مماتكي قد رأيت بنا العجب لم تعلمي فعل العدو وصحبهم ها نحن نجثوا لليهود على الركب وحر قلبي من تمزق جمعنا أضحت أمورك أمتي مثل اللعب طالله ما عرف البكاء صراخنا ومع التباكي لا وشائج أو نسب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء والعباس وأبو طالب الذي كان يدافع النبي صلى الله عليه وسلم ومات كافرا واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة تبت يد أبي لهب وتب والحارث والزبير والمقوم واسمه عبد الكعبة وقيل هم اثنان وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا وضرار وحجل واسمه المهيرة أيضا والغيضاك وهو كثير الجود واسمه نوفل ويقال إنه حجل فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام وزاد بعضهم العوام أي من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسمى العوام لم يسلم منهم إلا حمزة والعباس وأبو طالب اشتهر أمره وأبو لهب أنزل الله فيه القرآن تبت يد أبي لهب وتب وكذلك اشتهر من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الحارث وإن كان الحارث الذي بدى لي أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس وكان أكبر أعمامه الحارث وأصغرهم سنن العباس وعقب منه أي زاد من أولاده الكثير حتى ملأ أولاده الأرض كما هو الحال في خلافة بن العباس وكذلك علي بن أبي طالب أبو طالب ولد له علي وعقيل ونوفل وغيرهم ثم زاد أبناؤهم والحارث وأسلم أبناء أبي لهب بعد ذلك عماته ستة أروى وبرة وأميمة وصفية صفية لي أم الزبير بن العوام وعاتكة وأم حكيم وهي البيضاء أسلم منهن صفية واختلف في إسلام أروى وعاتكة والله أعلم وأميمة هي أم عبد الله أم عبد الله بن جحش رضي الله عنه إذن الذي نتيقن من إسلامها صفية والاختلاف في أروى وعاتكة ولم يسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس خدام النبي صلى الله عليه وسلم من قام بخدمته كثير من الصحابة خدم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود كان صاحب نعله وسواكه وعقب بن عامر الجهني كان صاحب بغلته يقود به في الأسفار والأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته أي الدابة التي عليها الرحلة وأسماء بن حارثة وهو أخو هند بن حارثة وكلاهما كان يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم بنال بن رباح الحبشي هو أحد المؤذنين الأربعة كما سيأتي معنا وهو أيضا كان يلي أمر النفقة على العيال ومعه حاصل ما يكون من المال سعد كان مولى لأبي بكر الصديق أبو ذرن الغفاري الصحابي المشهور خدم النبي صلى الله عليه وسلم أيمن بن عبيد اللي هو أمه أم أيمن مرت معنا واستشهد أيمن بن عبيد في حنين بكير بن الشداخ الليثي وحبة وسواء ابن خالد رضي الله عنهما وقيس بن سعد بن عبادة ابن سيد الأنصار الخزرجي روى البخاري عن أنس قال كان قيس بن سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير كأنه وزير الداخلية أي صاحب الشرط من الأمير وذو مخبر ويقال له ذو مخبر وهو ابن أخي النجاشي ملك الحبشة كان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله النجاشي فكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله بن رواحة الذي كان يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء واستشهد يوم مؤته ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والمغير بن شعب الثقافي الصحابي المشهور كان بمنزلة السلح دار أي الذي يقف بالسيف بين يدي الأمير كان المغير بن شعبه يقف بالسيف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هي القصة المعروفة في الحديبية المخدد بن الأسود أبو معبد الكندي رضي الله عنه وكذلك أبو السمح كذلك أفضل الصحابة وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق خدم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة كما هو معروف وغيرهم الكثير هذا ما جمعناه وأخذنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في مؤذنيه ابن عائذ القرذو الأنصري كان يؤذن للنبي في كبا وبمكة أبو محذورة الجمحي واسمه أوس بن معير كان مؤذن المسجد الحرام هؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم شعاراء النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب قصة الثلاثة الذين خلفوا عن تبوك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه استشهد في مؤتة حسان بن ثابت أشهرهم وكان أشدهم على الكفار حسان وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس كان إذا جاءه وفد من وفود العرب يقوم ثابت بن قيس يخطب فيهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أحبتي في الله هؤلاء بعض من خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من خدموا الإسلام ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين